أعتقد بأن هذا أتى متأخراً الإدارة كما قلت أنت وضعت سياسة منذ البداية لمعاقبة السعودية وإدارة بايدن حتى أردت أن تعاقب وتمنع محمد بن سلمان أن يصبح الملك القادم للمملكة العربية السعودية وأرادوا استبداله وهذا أعتقد بأنها كانت سياسة مخطئة ولم تكن سياسة سليمة أبداً هناك الكثير من الأشياء التي يعملها محمد بن سلمان في الإقليم وخصيصاً محلياً أو داخلياً الإدارة الأمريكية يبدو بأنها تركز على قرار إشكالي واحد المتعلق بخاشقجي وحيث أن السعودية قد عقبت عليه من قبل إدارة بايدن أو إدارة ترامب ولكن على أي حال أرادوا أن يمنعوا الأسلحة الهجومية وحاولوا التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية فأرادوا أن يعاقبوا السعودية ليس فقط لخاشقجي بل لطريقة تنفيذهم للحرب في اليمن وهي حرب ترد عليها إدارة بايدن وإدارة بايدن أعتقد أنها في النهاية قد فهمت بأن الحوثيين يسببون مشاكل كبيرة وأن سياستهم ضد السعودية كانت هدامة وليست مناءة وأما الآن فبدأوا يتقدمون ويقتربون من السعودية ويحاولون تحسين العلاقة جزء من ذلك لأنهم يريدون أن يشجعوا السعودية أن تتقدم في اتفاقية التطبيع الكبيرة هذه مع إسرائيل فأعتقد أن هذا سيكون جزءا من خبر جيد حتى ولو أن السعودية والعديد من قادة الدول العربية الآن سوف يذهبون إلى طهران ليذهبوا ليزوروا القيادة الإيرانية الجديدة اشتركوا في القناة